بالنسبة لما يحصل في تعز من هاشتاغ ومن فعاليات بمناسبة 3000 يوم تحت الحصار طبعاً هو أتى في الظرف الذي تدور فيه ملفات حول تسويات سياسية معينة قرأت في الرياض وقرأت في مكة في أيام الحق وتقري حالياً في أمان وفي أكثر من دولة لذلك فمسألة الحصار بالنسبة لمدينة تعز هي مسألة مصير يعني قضية مصير منذ سنوات تعز محاصرة داخلية محاصرة خارقياً يعني لا نوصف الحصار بأنه غلق المعابر فقط والطرقات من قبل ميليشيات الحوثي فقط بل إنما الحصار القائر مفروض على تعز من قبل الميليشيات الحوثي الإنقلابية الإرهابية وكذلك حصار من الداخل بالافتقار للخدمات الافتقار للأمن الافتقار للمسؤولية في تعز زقري عبث نوعاً من العبث الكبير كذلك في الداخل الميليشيات الحوثي تتمركز في الأتباب في البنايات المطلة على كافة مداخل المدينة مؤلقة كافة المداخل تتحكم بنا ميليشيات الحوثي في مدخلين عبر الطريق المسرح أو طريق قبل حبشين وهذه الطريق بدل من أن تكون المسافة عشر دقيق تتحول إلى عشر ساعات وبتكلفة للسيارة الواحدة تزيد على ثلاثمائة ألف ريال للسيارة الواحدة طبعاً في تعز تم تشكيل لجان للمفاوضات حول المعابر كانت اللقنة برئاسة عظم قلسة نواب عبد الكريم الشيبان إلا أن هذه اللقنة وللأسف كانت جزء من الأسباب التي أدت إلى استمرار الحصار في تعز